كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن ما يحدث في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي يعتبر عقابا جماعيا أضف مدبولي أن التبعات التي صدرت عن إسرائيل كان أمرا غير محتمل مشيرا إلى استشهاد وإصابة وفقد عشرات الألاف من الفلسطينيين التبعات التي صدرت بعد ذلك من إسرائيل كان أمرا غير محتمل كل الفلسطينيين في غزة يدفعون ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر إنه عقاب جماعي ليس عقابا لحماس بل لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة تصوروا أنه حوالي 2.5 مليون نسمة كانوا يقيمون في قطاع غزة فجأة تدهورت وتدمرت حياتهم نتحدث اليوم في هذه اللحظة عن أكثر من 34 ألف ضحية أكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف لازالوا مفقودين تحت الركام وقال رئيس مجلس الوزراء إنه منذ اليوم الأول للسابع من أكتوبر وقفت مصر لدعم الفلسطينيين مضيفا أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة عبر معبر رفح البري قدمت من جانب الحكومة المصرية والشعب المصري لافتا إلى أن المعبر يعمل على مدار 24 ساعة من الجانب المصري ذلك بالإضافة إلى استقبال مصر للحالات الحارقة مشيدا بالدعم الذي تم الحصول عليه من قبل المؤسسات الدولية وتقديم المساعدات للمصابين منذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للفلسطينيين ومن دون أي مبالغة من الممكن أن أقول أن أكثر من 85% من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الفلسطينيين في غزة تم جمعها وإرسالها من قبل الحكومة المصرية والمجتمع المدني المصري هذا لأننا نتشارك حدودا مع قطاع غزة وخاصة عبر معبر رفح وبعد ذلك من خلال كرام شالوم تمكننا من إيصال كل أنواع المساعدات من جهتنا بالرغم من أن رفح كما تعرفون هي أساسا معبر غير تجاري لا يسمح لمرور الشاحنات بل فقط مرور الأشخاص ولكن منذ اليوم الأول افتتحنا معبر رفح وهو مفتوحا 24 ساعة في اليوم من جهتنا لكي نسمح بإيصال كل المساعدات ترجمة نانسي قنقر